بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذبهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبطارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هندمون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يسببون وإذا قيل لهم لا تكفدوا في الأرض قالوا إنما نحن مفلحون ألا إنهم هم مفلحون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم أنا منك ما آمنا منك قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن متهدئون الله يستهدئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى فما رضحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استروا قد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبطرون ثم بخم العين فهم لا يرجعون أو تطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبط يجعلون يجعلون أصابعهم في آبانهم من الصواعي حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبطارهم كلما أضاراء لهم مشوفين وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبطارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تفتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ناء فأخرج به من السمرات ربقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عددنا فأتوا بثورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها والأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة كلما رزقوا منها من ثمرة فرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أجواج مطهرة وهم فيها خالدين إن الله لا يفتحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق مفردهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاتقين الذين ينقضون عهد الله بعد إتاقه ويقضعون ما أمر الله به أن يوصل ويخفدون في الأرض أولئك هم الخاترون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكنا في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فتواهن سبع سماوات فتواهن سبع سماوات وهو بكل شرء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يخفد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدف لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إن كنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنبئهم بأسماءهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم فكتمين وإذ قلنا للملائكة السجدوا لآدم ففجدوا إلا إبليس أباوى استكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم استم أنت وتوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الضالين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهدطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستفق ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو السواب الرحيم قلنا احذطوا منها جميعا فإما يأتننكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذروا بآياتها أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأرقوا بعهده إذ بعهدكم وإياه تذهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياه تتقون ولا تنبثوا الحق بالباغل وتفتموا الحق وعنتم تعلمون وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة وتوتعوا مع الضاكعين أتأمرون الناس بالذر وتنبثون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالقبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعنكي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤثر منها عدل ولا هم ينطرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يثومونكم يثومونكم ثوء العذاب يثومونكم ثوء العذاب يذبحون أبناءكم ويفتحون لفاءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ طرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأضرقنا آلة فرعون وأضرقنا آلة فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتيناهم فالكتاب والقطال لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باستطابكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حسانا الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رتقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلن دخلوها بهم قطية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حقكم نغفر لكم خطاياكم نغفر لكم خطاياكم وسنزيل المحكمين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفتقون وإذ اتتقاموا ثالي قوم فقلن اضرب بعطاك الحجر فانفجرت من اثنة عشرة عينا قد علن كل انا مشربهم كنوا واشربوا من فزق الله ولا تعثوا في الأرض مفتدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبث الأرض من بقلها وقسائها وخومها وعدتها وبصلها قال أتسب بلون الذي هو أجناب الذي هو خير اهفطوا مصر فإن لكم ما فألكم وضربت عليه الذلة والمسكنة وباء بغض من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآلات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عقوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصار والطابئين والنصار والطابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ملساقكم ورفعنا خوفكم وخذوا ما آتينا خذوا ما آتينا كم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم أنكم من الخافرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كون فقلنا لهم كون قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة وموعظة للمتقين وإذ قال مطابق ومه إن الله يأمركم أن تتبعوا بقرة قالوا أتتشدنا هذوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال اجعلنا ربك يبين لنا ما قال إنه يقول إنها بقرة لا تارغ ولا ذكر عوام عوام بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لهمها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها صفراء فاقع اللونها تفر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شان الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذليل لا ذليل تثير الأرض ولا تبقي الحق ثم ثلاث لا شيئ ثميا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتمتم نفسا فاستار أتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضرهوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم نقطت قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطط فيخرج منه الماء وإن منها لما يهدط من خشية الله وما الله بغافر عن ما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله هم يحذفون ثم يحذفونه من بعد ما عقروه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحذفونهم بما فتح الله عليكم ليحذفون به لنحذفون به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يتفون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يرمون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كفبت أيديهم وويل لهم مما يكسب وقالوا لن تمث نا النار إلا أيام معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلط الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كفد سيئة وأحاطت به خطيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا من ساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالقربا واليتانا والمزافين وقولوا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تشفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنكم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون تظاهرون عليهم بالإذن والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفاديهم وهو محظم عليكم إفراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يتعل ذلك أنفسكم إلا خذ في الحياة الدنيا ويوم القيامة يرزون إلى شب العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآفرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وطفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنظفكم استكسرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا ظلف بل لعنهم الله بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مقذق لما معهم وكانوا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بطيا أن ينزل الله من فضله على من يشلاء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينا ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آسيناكم بقوة واتمعوا قالوا سمعنا وعطينا واشربوه من قلوبهم العجل بكفرهم قل بئت ما يأمر تنبي إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم ادار الآخرة عند الله طالقة من دون الناس تتمنوا الموت إن كنتم طابقين ولن يتننوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرط الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف فتنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بطير بما يعملون قل من كان أدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله يصدق لنا بين يديه وهدى ومشغال المؤمنين من كان عدوا لله من كان عدوا لله وملائك فيه ورسله واجبريل واجبريل ومشغال فإن الله عدو للكافرين بإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يذكر بها إلا الفاتقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثر هم لا يؤمنين ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبد فريق نبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على هنك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون ما كالسحر وما أنزل على الملك بباب الآروت وما رؤون وما يعلم مان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفترقون به بين المرء وزوجه وما بضاق ذنبه من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئت ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واستقوا لما كوبة من عين بالله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقول انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفصل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله وليه ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل ثواء السبيل والتكفير من أهل الكتاب لو يردون كن بعد إيمانكم كفارا حسدا من بأن تفهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا وصحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيم الصلاة وآذ الزكاة وما تقدموا لأنفسكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا فيك أمانيهم قل هاتوا بخهانكم إن كنتم طادعين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وقالت يهود ليس في النصار على شيء وهم يكيون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من أن منع نفاجد الله أن يذكر بيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائش لهم في الدنيا شذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمصرب فأين ما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بل السماوات والأرض وإذا قضى أمرا وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يحلمون لو لا يكلم الله أو تغفر ها آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآية في قوم موقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونبيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصار حتى تستبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواء بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتمونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخافرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلت كم وأني فضلت كم على العالمين واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا نقبل ها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأسمهم قال إني جاهلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأم واتشدهم من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طفر بيتي للطائفين والعاكفين وفركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آلما وارزق أهلهم من الزمرات من آمن من بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمسعه قليلا ثم أططوه إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماهيل ربنا تقبل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السمير عليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذر بإذننا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتبالينا وتبالينا إنك أنت السواب الرحيم ربنا ودعسيهم ركولا من يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكرهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اختفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ورصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اختفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماهيل وإذ حاق إلها واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا في مهودا أو نصارا تهتدون قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إله براهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسداق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من لا لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون فإن آمنوا بمثلنا آمنتم به لقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاب سيكفيك هم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجون لنا في الله وهو ربنا وهو ربنا ورفكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإثمائيل وإسحاق ويعقوب والأسفاق والأسفاق كانوا هودا أو نصارا قل أعنتم أهله أم الله ومن أظلم ممن كتم شهاد فانده من الله ويالله بغافل عما تعملون كيف أمة قد خلت لها ما كفبت ولكم ما كفبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلنا سمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الجدلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتلبع الرسول من من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله لي ضيئ إيمانكم إن الله بالناس لرئيخ الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبل فانت اخضاها تولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطر وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تدعوا قدلتك وما أمنت بتابع قدلتهم وما بعض بتابع قدلت بعض ولئن اتبعت أهواء من بعد ما جاءك من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظليم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أجناءهم وإن فريقا منهم ليفهمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممترين ولكل وجهكم هم مولي فاستبق الخيران أينما تكون يأتي بكم الله جريا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرج تتولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ولا الله بغابر عما تعملون ومن حيث خرج تتولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلمون فلا تخشوهم واخشوني ولأثم نعمتي عليكم ولعلكم تهترون كما أغفلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكون وتعلمون فاشكروني أذكركم واشكروني ولا تكثرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله ما يصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواك بل أحنا ولكن لا تشعرون ولنبلون بشيء من الخوف والجنوح والجنوح والبطي من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا عطابتهم مطيبة يقعدوا إنا لله الذين إذا عطابتهم مطيبة يقعدوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون هدائك عليهم صلوات من ربهم ورحمن وأولئك هم المهتدون إن الصفا والنظوة من شرائر الله فمن حج البيت أو يعتبر فلا جناح عليه أن يطور وفذل ومن تطور خير فإن الله شافر ألي إن الذين يسكرون ما أنزلنا من البينات والهدى من البينات والهدى من بعد ما بينا من بعد ما بينا مد الناس في الكتاب إليك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللهم إلا الذين نتابوا وأصلحوا وبيهوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهي كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال دين فيها لا يخصف عنهم العذاب لا يخصف علم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاح الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينك عن ناس والفلك التي تجري في البحر بما ينك عن ناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض فأحيى به الأرض بعد موتها وبس فيها من كل دازة وتصريف البياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن ومن ما في من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولم يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تضرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأشباب إذ تضرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأشباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتضرأ فنتضرأ منهم كما تضرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات علي وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عجل مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ماذا تعلمون وإذا قل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نستبع ما ألفنا عليه آباء أولو كان آباء لا يعقلون شيئا ولا يستدون ومثل الذين كفأوا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء آباء والداء كم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما ربقناكم واشكروا لله إن كنتم إليه تعبدون إنما نظم عليكم الميتة والزم ولحم الخنبير ولحم الخنبير وما أهل به لغير الله فمن افضر غير بعض ولا عاد فلا إسم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يبتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشكرون به ثمنا قليلا ويشكرون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة من هدى والعذاب من المغفرة فما أثرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لذي شقاق بعيد ليس البط أنت والوجوه كم قبل المشرح والمغرب ولكن البر ومن آمن بالله ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى والتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الزقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمؤون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المستقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاق في القتلى الحف بالشف والعبد بالعبد والأنفى بالأنفى فمن عفي له من أكل شيء فاتدعهم بالمحروف فاتدعهم بالمحروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخصيكم من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أذين ولكم في قصاق حياة من ياء للألباب لعلكم تستقون كتب علمكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوحية إن ترك خير للوحية للوالدين والأقادين بالمحروف بالمحروف حقا على المستقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون إن الله سميع أليم فمن خاف من موط جرفا أو إثما فأطلح بينهم فلا إثن عليهم إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليهم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معجودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعزة من أيام أخر وعلى الذين يجيضونه فدية ضعام مستير فمن تقعوا عقبرا فهو خير له وأن تقوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لنات وبينات من الهدى والفرقان فمن فمن شهد منكم الشهر فليقم ومن كان مريضا أو على سفر فعزة من أيام مقر يريد الله بكم الإصر ولا يريد بكم العفر ولكم العفر ولتكبر الله ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة ابدأ إبادان فإني قريب أجيب دعوة ابدأ إبادان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب جعوة الثالث إذا دعان فليسجيبوني وليؤمنوا به لا لهم يرسلون أحبل لكم ليلة الصيام الغرفة إلى ألسائكم هم لباث لكم وأنتم لباث لهم ألم الله أنكم كنتم تختارون أن تفتكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأديض من الخيط الأسود من الفجر كنا في الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عافقون في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياتهم للناس لعلهم يرتقون وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُذُلُوا بِهَا إِلَى الْشُفْكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقف للناس والحج وليس الضر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الضر من استقى وأتوا البيوت من أبوابها واستقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدون إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقسموهم وأخرجوهم حيث أخرجوهم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتعوه إن الله رسول الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنكم ويكون الجيل إلا فإن سهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واستقوا الله واعلموا أن الله مع المستقين وأنفقوا في سبيل الله ولا زوقوا بأيديكم إلى السهلك وأحكموا إن الله يحب المحكمين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحذفتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو بيئة يفرأ فيه ففدية من مطيام أو صدقة أو نتق فإذا أمنتم فمن تمتع ذي العمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فطيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا غجعتم ذلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واستقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا كثوط ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتدودوا فإن خير الزاد استقوا واستقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تدفعوا فضلا مثل ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين ثم أفضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ولا له في الآخرة من خلاق وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كتبوا والله سري الحساب واذكروا الله في أيام محدودات فمن تعجلك يومين فلا إثن عليه ومن تأثر فلا إثن عليه لمن افتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه ترشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولنا تعا في الأرض ليفتد فيها ويهلك الحق والنفي والله لا يحب الفساد وإذا قل لهم اتقلناها أخذت الميزة بالإثن فحسبه جهنم فحسبه جهنم ولبث الميهاد ومن الناس من يشر من السود فغاء مرض الله والله رؤوس بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تستبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز شكيم هل يرغون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلبني بإسرائيلة آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويكخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا ثوقهم يوم القيامة والله يضبط من يشاء لغير حتاب كان الناس إنمة واحدة فبعث الله النبيين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فإن اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتنوا من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بطيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثتم البأساء والضراء وذلبلوا وذلبلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا له متى نخطر الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه متى نخطر الله ألا إن نخطر الله قريب ألا إن نخطر الله قريب يسألونك ماذا ينفرون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خيب فإن الله به عليم كتب عليكم قتال وهو كفه لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله معلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال ما فيه قل قتال ما فيه كبير قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وكفر به والنفر بالإخراج أهلي منه أكبر عند الله والسفنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منك عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فيه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر